أحيى آلاف الأمريكيين الذكرى الخامسة والخمسين بعد المئة لإنهاء العبودية عبر تظاهرات حملت طابعاً احتفالياً في بعض الأحيان فيما تشهد الولايات المتحدة منذ أواخر شهر أيار الماضي احتجاجات واسعة على خلفية مقتل جورج فلويد خلال اعتقاله من قبل الشرطة منذ مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد خلال اعتقاله من قبل الشرطة والولايات المتحدة تشهد احتجاجات واسعة ضد العنصرية وعنف الشرطة فتحت أبواب الحوار والجدل على مصاريعها حول العنصرية المؤسساتية وضرورة إصلاح الشرطة في الذكرى الخامسة والخمسين بعد المئة لإنهاء العبودية أو ما يسمى جون تينث تجددت هذه التظاهرات في عدة مدن أسقط خلالها التبثال الوحيد في واشنطن لجنرال كونفدرالي الأمر الذي أزعج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودفعه إلى كتابة تغريدة على منصة تويتر اتهم فيها الشرطة بعدم القيام بعملها واصفا الحادثة بالعار على البلاد سؤال آخر يطرحه بعض الأمريكيين حول مدى الاستجابة لمطالبهم والخطوات المتخذة لطي هذه الصفحة من حياة الأمريكيين من أصول أفريقية قضية فلويد وما تبعها من احتجاجات مناهضة للعنصرية وعنف الشرطة ما تزال تتفاعل في الولايات المتحدة وتطرح أسئلة أعمق فيما يخص المساواة والعدالة في هذا البلد الذي كانت العبودية أحد عوامل نشوب حربه الأهلية في وقت من الأوقات